أزول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من دروس ريد بابل كما قرأتم في العنوان هذه الحلقة إن شاء الله سوف أشارك معكم أربع نيتشات قمت بالبحث عنها وانتقائها بعناية وأعتقد أنها نيتشات جيدة خاصة إذا توفرت فيها الشروط اللازمة طبعا كما تعرفون أنا عادة إني لا أحب يعني أن أعطيكم أكذا نيتشات جاهزة لكن أنا أقدم هذه النيتشات لأشخاص معينين أشخاص مبتدئين جدا فقط يريدون يعني من يساعدهم أو يريدون الدفع الأولى لكي يستمروا أو لكي يبدأوا في الإنتاج أو لكي يبدأوا في العمل فهناك الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى يعني دعم من نوع ما مثلا تقديم نيتشات لهم جاهزة يعني يقومون فقط بتصميم الدزاين لها ويقومون برفعها وعندما يرون يعني البرودكتات الخاصة بهم أونلاين يعني يزدادون حماسا ويبدأون في الإبداع من تلقاء ذاتهم فلهذا الغرض أن أقدم هذه النيتشات أو أقدم هذه السلسلة التي فيها أقدم نيتشات جاهزة أنا شخصيا ليس عندي أي مشكلة أن أشارك النيتشات الخاصة بي ليس عندي أي مشكلة لماذا لأنني لا أعتمد فقط على ريد بابل في الأرباح يعني عندي مصادر أخرى ومن بينها اليوتيوب فبالتالي ليس عندي أي مشكلة شخصيا مع مشاركة النيتشات مع الآخرين أقصد نيتشات الخاصة بي على أية حالة كان فقط بين قوسين وندخل مباشرة في صلب الموضوع ونبدأ مباشرة بالنيتش الأول الذي يحمل عنوان the world owes you nothing طبعا أول شيء عدد نتائج 1604 قد يبدو لكم العدد مرتفع يمكن المنافسة فيه لكن على أي حال يبقى يعني عدد مقبول والمنافسة فيه يعني منافسة مفتوحة يعني يمكن الدخول في المنافسة مع 1604 لماذا؟ لأن البرودكتات كما تلاحظون ليست فقط تي شيرت إنما هناك برودكتات مختلفة جدا ومتنوعة وبعضها يعني يكون فقط يعني يكون فقط يعني متطفلي يعني لا يكون له أي علاقة مع النيتش الأساسي فبالتالي إذا وجدتم كلمات مفتاحية جيدة لهذا النيتش حتى لو كانت نتائج 1600 كما قلنا فيمكنكم الدخول في المنافسة ويمكنكم تصدر بكل سهولة في هذا النيتش قمت أيضا يعني باختباره في جوجل للتأكد من خلوه من الحقوق طبعا وجدته خالي تماما من الحقوق هذه العبارة قالها يعني الفيلسوف العظيم مارك توين لكنه يعتبر يعني من الطراث إن صح التعبير فبالتالي لا يشكل هذا أي خطر بثاتا أيضا قمت باختباره في موقع اسبيتيو وجدت أن يعني العبارة موجودة فعلا لكن موجودة يعني كاملة نحن استعملنا فقط جزء منها العبارة كاملة هكذا يعني the word of you nothing نقطة you own the word you beast world لكن نحن فقط استعملنا the word of you nothing فقط يعني لا يوجد أي مشكلة صحيح أنه يعني إذا استعملنا هكذا كاملة فطبعا سوف يعني تخلق لنا مشكلة لكن إذا استعملنا فقط الجزء الأول فهذا خاصة يعني أنه توجد نقطة يعني التكست الذي عليه حقوق يتكون من جملتين نحن سوف نستعمل فقط جملة واحدة وهذا طبعا كما قلت لا يشكل أي خطر على الحساب أو على الديزاين الخاص بنا ننتقل مباشرة إلى النتش الثاني الذي هو تحت عنوان keep calm and stay away from problems طبعا ربما keep calm هناك منسفة يعني يقول ربما علي تريد مارك أو علي شيء ماذا القبيل طبعا أنا قمت بالبحث عنها للتأكد فكانت يعني النتيجة يعني آآ طبيعية جدا يعني هناك يعني آآ نتائج من ريد بابل هناك نتائج من آآ مواقع أخرى مثلا بريانتر عسي هناك مواقع مثلا آآ أخرى من آآ لا أدري يعني هناك عدة مواقع أخرى صراحة لكن آآ لا يوجد أي حقوق على الكلمة نيائيا أو على النتش نيائيا والدليل آآ عندما يكون يعني الكلمة عندما تكون مربوطة مع أو في شراكة معها مثلا شركة ما أو تسيطر علي شركة ما بموجب حقوقي فغالبا تظهر في هذا المكان هنا يعني أسفل هذه الأدات في هذا المكان يعني وتكون هناك معلومات عنها الشركة إلى آخر لكن لا وجود هنا لأي مشكلة وقمت أيضا بالتأكد يعني باختبار النتش كاملا في أدات تريل مارك الخاصة بيوس بيتيو يعني الولايات أمريكية المتحدة فكانت النتيجة لا وجود لأي شخص قام بتشجيل هذا النتش يعني يمكننا الاشتغال عليه مدام يعني غير مسجل بعد ننتقل مباشرة إلى النتش الثالث الذي يحمل عنوان Don't Not Touch My Phone أو My Phone طبعا من العنوان يمكن معرفة البرودكتات المساكترة على هذا النتش يعني لدينا هنا جوارب أو عفوا يعني أغلفة الهواتف وأيضا لدينا ستيكرز يعني هذا النتش خاص بالهواتف يعني الجراب الخاص بالهاتف الجراب الخاص بالهاتف طبعا يعني تكون مطبوعة فيه بهذا الشكل مثلا على هذا الشكل أو يكون عبارة عن ستيكرز مثل هذا أو هذا ثم يلسقوا في الهاتف يعني هذا النتش خاص بالهاتف يعني برودكتان هم المسيطران على هذا النتش طبعا لماذا أقول لكم هذا؟ يعني لكي تعرفوا كيف تقومون بالتصميم لأن التصميم الذي يكون عام مستهدف أو مستهدف للظهور في جميع البرودكتات يعني التشيرتات السراوي لحقائب الأخير يكون مقاسه يعني معين يعني يكون له المقاس معين لكن عندما يكون لدينا نتش يعني نحن نعرف مبدئيا أننا سوف يعني ذلك الدزاين أننا سوف نستعمله في البرودكتات المعينة مثلا فقط في آآ يعني آآ يعني في آآ أغشية الهواتف أفوان أغشية الهواتف وستيكرز ففي هذه الحالة يكون الدزاين يعني بآآ يعني يكون بمقاس معين يكون محدد بمقاس معين آآ فعدد النتائج في هذا النتش 1270 يعني النتش مازال ثريش يعني مازال جيد يمكن الدخول فيه آآ قمت باختباره أيضا في آآ يوسبيتيو فكان يعني النتش فارغ تماما من أي علامة مسجلة ضمنه فيعني يمكن الاشتغال عليه بكل أريحية النتش الرابع والأخير يسمى سيتي أن مارس طبعا آآ هذا النتش يعني يمكنكم أن تلاحظوا بأنه ليس خاص ببرودكت معين يعني الدزاين خاص به ليس خاص ببرودكت معين إنما آآ يمكن أن يكون في آآ الكمامات كما يمكن أن يكون في نوتبوك آآ سبيراز آآ أو أن يكون مثلا في ستيكرز أن يكون في التيشيرت بمختلف أنواعه يعني ليس هناك يعني ديزاين أو ليس هناك برودكت معين لهذا النتش هذا النتش يعني يقوم بتصميم يعني ديزاين يكون عام من ناحية المقاس يعني يكون صالح لجميع أو لأغلب يعني تسعون في المئة من البرودكتات طبعا أيضا هذا النتش نتائجه 1467 نتيجة قمت باختباره في أداة يعني يوسبت يو فوجدت أنه خالي تماما من أي تريد مارك ومن أي عالمة مسجلة مما يعني أننا يمكننا الاشتغال عليه بكل يعني بسط وفي نهاية الفيديو سوف أترك لكم يعني αυτين تشات هكذا بكل معطياتها يعني بالرزيلت أيضا بطايب أوف بردكت لمن أراد الاشتغال عليها سوف تجدون رابط تحميل هذا الجدول في أسفل الفيديو شكرا جزيلا لكم على المشاهدة إلى اللقاء